السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم ابنائي و بناتي طلوة الصف الاول السنوي نتابع معاكم بقى حل الوقتات اللي هو في اخر الكتاب ان شاء الله نمسك مادة بادة كده بدأنا ببوكلة رقم واحد النهاردة هنبدأ ببوكلة رقم اتنى ده السؤال الشكل البياني المقابل الوقت على علاقة بين معدل نشاط انزيم السكريز وتركيز سكر السكروز يبقى فيها علاقة ما بين معدل نشاط الانزيم من تركيز سكر السكروز يبقى اسم الانزيم هو نفس الاسم السكر وده ناخده في تانية سنة وفي الاحياء بالتفصيل ان شاء الله يرجع ثبات نشاط الانزيم عند الجزء اكس ايه اللي حصل هنا عند الجزء اكس كانت الامور ماشية صح تركيز السكروز ومعدل نشاط الانزيم شغال تمام اللا القطردية واضحة جدا وفاجئة وقف ايه اللي حصل ان المادة كلها استهلكت استغلاق كل مادة ايه تفعه ما نقولش تثبيت نشاط انزيم ما قال ليش لانا تركيز انزيم يحد من معدل التفعه لا طبعا لانا تركيز مادة تفعه تحد من معدل التفعه لا طبعا هو استغلاق كل مادة ايه تفعه يبقى مادة تفعه لخلصت يبقى عمل انزيم توقف خلاص انتهى هذا الموضوع نجي السؤال التاني السؤال التاني نقرأ مع بعض بسرعة كده ايه مما يلي يمكن رؤيته عند الصبغة او صبغة خلية نباتية وفحصها بقوة تكبير ربعمية لغاية اما نيجي نوصل لربعمية يترى ايه اللي ممكن اشوفه ايه اللي ممكن يشاف بالنسبة لقوة تكبير ربعمية يترى الشبكة الاندوبلازمية ايه ولا الكرمسومات طبعا الكرمسومات مينفعش تشاف كتبالك انا بعد بعض حاجات اهوة من الحاجات الايه الاساسية يعني انا ما اجا فكر في السؤال ايه ايه من ما يلي يمكن رؤيته عند صبغة خلية نباتية وفحصها بقوة تكبير ربعمية الكلمات دي معناها ايه ايه اللي انا ممكن اشوفه اولا يترى الجدار الخلوي ممكن يشاف طبعا ما بشافش بعد ايه عملية الصبغة ايه طرق يدوب النواة مثلا لو فيه نواة تبقى اوه انا بدي سرط النواة ممكن الميتوكنديريا اه بس هو ما قاليش بقى صبح داخلي ولا خارجي ممكن الشبكة الاندوبلازمية تمام يبقى ممكن الاتنين دول يشافهم الشبكة الاندوبلازمية لانها عاملة خيوط داخل ايه الخلية زي ما انتم عارفين من النواة الى الجدار ايه او الوشايل ايه البلازم خلاص يبقى احنا هنا ممكن يشاف الشبكة الاندوبلازمية بس بعد ايه فحصها او صبغة ايه بمادة ملونة يبقى انا عندي هنا ممكن اشوف الشبكة الاندوبلازمية وممكن اشوف ايه الميتوكنديريا فقط كرموسومات جوا داخل النواة ما تنفعش تشاف الجدار الخلوي ما بيظهرش او بهضوح ولكن ما يتكون دليا كجسم موجود والشبكة الاندوبلازمية ممكن الاتنين دول يشافهم في هذه الايه الحالة دكار الكرموسومات يبقى انا لاغيت الهتلاتة دول لان التون ا prosperity لان هنراكست الكرموسومات عمرها ما تشاف لانها الداخل النواة من الى هم راهم الشاف. يبقى الثالثة دول هم اللي هلغم اولغو الف وبق و ايه وجين. اركزهم انا يوم ازنق في سؤال. وابدأ اشيل الغلط 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 الغلط. ومتأكد نوع غلط هطلع بالاجابة اللي هي اللي مطلوبة. السؤال الثالث. اه لا انا راجع السؤال الثالثة التانية كده معلاش. دلوقتي انهوت. بعد ما صبحت الصبغة خلاص. طبعا اللي بيقول لي ممكن يبان ايه? شيء طبيعي الجدار الخلوي. يعني عندي يا الف يا باب. يعني الاجابة الصحة دي غلط طبعا. دي غلط. والله اسمع علاش مع زراطة. اولا تاني الهتريات. يبقى الوقتي هنا. لما نيجي نصبه الصبغة. الجدار الخلوي يبان والنواة. تمان. الجدار الخلوي ده هنا وهنا صح. هتمشي صح. لكن الشبكة الانتبلازمية تبان لا ما ينفعش. يبانا لغيت الف برضو. يبقى الشبكة الانتبلازمية. ما بتشافش. ما بتشافش برضو. خلاص. يبقى دي الغلط برضو. يبقى انا هنا عندي ما اقدرش اشوف الشبكة الانتبلازمية. ما اقدرش اشوف الميت كونديريا. ممكن الجدار الخلوي كاساس. والكروموسومات كاساس. ما هو من اتنين درزة وبعض. بس هنا اعمال لعنى ما تصحح على الشبكة لازم ايه. يبقى معاش ده. يبقى الاجابة الصحيحة. الاجابة الصحيحة. خلاص. اه طيب الكروموسومات ام تتبان? حينما تكون في الطل السواقي. حينما تنتظم في صف. هل دي ممكن تبان بالصفغة? اه. ناخدنا السنة اللي فاتت. اللي هو الانقسام ميتوزي والميوزي. تنتظم الكروموسومات في خط السواق ايه? الخلاي. نقول تاني. اجابة السواق التاني بسرعة. الاختيارات كانت ما بين ان الجدار الخلوي هو اللي بيبقى لما يبقى فيه صفغة. والكروموسومات ما تبانش الا في الطل السواق. طيب وبعدين. يعني اخترت بقى ما اخترتش الف لايه? لان عمال لالف ان انا هنشوف الشبكة من دوغازمية بقوة التكبير ربا مين? طبعا لي ما تنفعش يبدل الاجابة بايه? الصحيحة. رقم بقى. نرى السواق التالت. انزيم هاضم في الانسان يهضم المادة الهدف له بمعدة سريع. عند درجة حرارة كام? خمسة وتلاتين. ماذا يحدث لو وضع هذا الانزيم والمادة الهدف في درجة حرارة خمسين? شيء طبيعي. الاجابة واضحة من ظهر الكلام. بتتغير طبيعة الانزيم وتوقف العمل او عمل الانزيم. ارتفاع درجة الحرارة بتغير من طبيعة الانزيم لان طبيعة الانزيم مادة ايه? بروتينية زي ما اخدنا قبل كده. رقم اربعة. يوجد في دم الانسان ادت انواع من خلايا الدم البيضاء. التي تستطيع ابتلاع المايكروبارت وتفتيتها وتخلص منها. بينما لا تستطيع معظم الخلايا النباتية القيام بذلك. ويرجع ذلك الى وجود. تاني. في دم الانسان ادت انواع من خلايا الدم البيضاء. لها ادت تشكيلات انا هقودها ان شاء الله في تانية سنة. خلاص مش علينا تشكيلة خلايا الدم البيضاء الوقت. حسب شكل الانوية وحسب شكل الايه التقوص بتاعها. في حاجات كتيرة في خلايا الدم البيضاء. واندرسها في تانية سنة وان شاء الله بالتفصيل. بيقول لي. لا تستطيع معظم الخلايا النباتية القيام بذلك. لوجود ايه? الجدار الخلو. ان الجدار الخلو بيعمل عائب طبعا في هذه الايه? المنطقة او في هذا المكان. تستخدام رقم خمسة. تستخدام الشكل المقابل الذي يوضح خلية بكتيرية. دي خلية بكتيرية. اي من المكونات التالية توجد في كل من? الخلية البكتيرية والخلية الحيوانية معا. اولا حكاية الكابسولة مش موجودة في الحيوانية. يبقى محفظة ومحفظة ملغية. يبقى الغنة الف وبق بالراحة كلا وبهدوق. طيب اللسه عندي ايه? جيم ودال. طب بعدين. افكر ازاي في جيم ودال. اولا اشاء بلازمي هنا اشاء بلازم. هنا دي ان ايه? هنا دي ان ايه? ايه اللي موجود في الحيوانية ومش موجود في النباتية. مش موجود في الحيوانية. بقى عندي رقم دال لانه بيقل ليotte مشترك ما بين ان الريبوسومات موجودة في النباتية. ü待って ايه موجودة في النباتية? في النواة. اشاء بلازم موجود في النباتية من الداخل. ازا دي مشتركة مع بعض خلية حيوانية وخلية ايه نباتية. يبقى احنا استبعيدنا والف وباء عشان كلمة الكابسولة او المحفزة. دي مش موجودة في الحيوانية. طب الحوار كان بين جيم ودال. ليس جيم ودال انشاء بلازم انشاء بلازم دي ان ايه دي ان ايه اه دي ان ايه اه دي تبع النباتية بس خلاص ولكن التلاتة دول موجودين في النباتية والايه والحيوانية السؤال السادس اي من الجزيئات الاضوية التالية احتوى على مجموعة كاربوكسايل حرة عند تحلله مائيا لما بنفككه مائيا ايه اللي فيه مجموعة كاربوكسايل شيء طبعا الحمضة الاميني بتقلف اوساز لا طبعا قدامي ايه الحمضة الاميني اهو هي الده اللي بيدول عليه هل دي موجودة في السكريات لا طبعا موجودة في الفوسفولايبيدات والبروتينات موجودة في البروتينات اه ولكن توجد في الفوسفولايبيدات هتقولي في الاحماض الدهنية اه بس مش حرة فبيقولك حرة اقرأ السؤال مجموعة كاربوكسايل ايه حرة يعني دي الوحدها وقلنا دي تعبر عن الحمضية والن ايتش ده ازا ما عارفنا بتعبر عن ايه القاعدية وهنا الار اللي هي مجموعة الالقاية والاتش هنا زرة الايه الهيدروجين ده حمضة اميني لازم اكون عارفه ومذكره كويس خلاص ده السؤال السادس نيجي ليه السؤال السابع بيقولي الشكل التحليلي او التخطيطي المقابل يوضح جزء من الغشاية البلازمة اي مما يلي يوضح المساري الصحيح لانتقال الكولوكوز والماء عبر الغشاية البلازمة طبعا عندنا الغشاية البلازمة واضح جدا وده البروتين المطمور خلاص يبقى انا عندي انهوت الكولوكوز ممكن يبقى واي خلاص والاكس عندي يبقى ممكن ايه المي يعني المي او الكولوكوز ممكن يعد من الغشاية البلازمة اه وهنا الكولوكوز عندي ويممكن يعد من ايه من البروتين المطمور اللي موجود هنا نقرأ السؤال الثاني الشكل التخطيط المقابل يوضح جزء من الغشاية البلازمة كلام جميع اي اجزاء كبيرة كده معروفة اللي هو البروتين المطمور ديت تفصوا لايبيدات محبة وكرهة للماء ايه مما يلي يوضح المصار الصحيح لانتقال الكولوكوز والماء عبر الغشاية البلازمة طبعا اليجابها تبقى الف ان الكولوكوز ده يمثل هذا الكولوكوز لان البروتين بيعمل قمواقع التعرف على ايه المواد اللي بتمر من خلاله انا عندي هنا اكس وواي ممكن بايه ممثلين بايه بمية ان الاكس ومية الواي ايه ممكن يعدوا هنا وهنا السؤال الثامن جميع المواد التالية قطاط نتيجة سلبية مع كاشف سودان اربعة معادة طبعا معادة يعني كله هدي سالب معادة حاجة واحدة بس هتديلي موجب ايه هي؟ الجميع المواد اللي بتتكون من احماض دهنية لان جميع المواد الادوية لنشترطش تبقى دهنية المواد الادوية معروفة اليه ايه بليمارات الاربعة اللي احنا عارفين كربوهيدراط ما فيهاش احماض خلاص عند البروتينات عند الاحماض النووي جميع المواد اللي بتتكون من سكرات وحديه طبعا لا جميع المواد التالية قطاط نتيجة سلبية يعني ده كله سالب مع كشف سودان مع عادة اللي احنا اخترناها يفهموا السؤال لان كلمة عادة او معادة دي بتلخبط الشاطر لان الخائبة هم ما بحلش فدايما ناخد بال رقم تسعة الاشكال التالية توضح انواع مختلفة من خلايا بعض الانسجة في الكائنات الحية اي منها لو قدرة على الانقباض والانبساط من غير ما اتكلم نسيج العضلة او العضلي لو قدرة على انقباض وانبساط ده ما انا اعرفت لو قدرة على انقباض وانبساط والمفرد دي عضلة القلب لا فيها نواتين في ليفة واحدة اتفقنا ان عضلات القلب فيها نوات واحدة في ليفة واحدة كل ليفة فيها نوات جدارية واحدة وده هندرسها بالتفصيل ان شاء الله في ثالثة سنة ومش في ثانية سنة في ثالثة سنة هتتدرس بالتفصيل خلاص كل ده مالوش علاقة بالانقباض والانبساط اللي عندنا اللي هو حرف ايه ده نيجي اخر سؤال النهاردة اي مما يلي يوضح المسار الصحيح لانتاج انزيم معين انتاج انزيم معين الانزيم تبعته ايه بروتونات فكله بدئ لي ريبوسومات يبقى كله البداية يمشي معانا صح طب الريبوسومات صنعت بروتونات هتودال مين للشبكة الاندبلازمية لان فيها خشنة خلاص هتعمل تعديلات في هذه المنطقة بالنسبة للريبوسومات يعني عند جيم او ده اللي صح يبقى الف وباء استبعدناه لان المسار الصح الريبوسومات هتروح على طول على الشبكة الاندبلازمية من عند جيم وده اللي اتنين ماشيين لغاية دلوقت طب وبعدين بعد ما يتم فيها التعديلات هتروح لحويصلات الناقلة مش جسم جولجي جسم جولجي اخر مرحلة حويصلات الناقلة تنقلها الجسم ايه جولجي يبقى ده الاجابة السليمة ونحاول نركز فيها كده ونعملها بالورقة اكتر من مرة عشان تثبت في دماغنا ان شاء الله اللي ما اشتركش في قناتنا ان شاء الله يشترك نضغط على الجرس ناختار بكل وان شاء الله نحاول يوميا نحل اختبار والاختبارات العشرة ان شاء الله مستخد صفى رجب وحييكم مدينة دميات الجديدة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة